عشية الدخول المدرسي استنكرت المنظمة الجزائرية لأساتذة التربية الوطنية لجوء بعض مدريات التربية لدمج الأفواج موضحة أن هذا النظام يتسبب في اكتظاد الأقسام حيث سيصل عدد التلاميذ إلى خمسين تلميذ في القسم وهو ما يتنفى مع البروتوكول الصحي المعتمد دمج الأفواج هناك تعليمة نزلت من وزارة التربية الوطنية تقول بالاستعانة بدمج الأفواج في حالات معينة المدراء استغلوا هذه التعليمة ودمجوا فوجين بـ 25-25 يعني والفوج بعض الأفواج في بعض المؤسسات أصبحت بخمسين تلميذ وستدرس في المدراجات يعني نحن بنسبة لنا هذا الأمر غير مقبول ومرفوض رفضا قاطعا لأنه أولا يتنافى مع البروتوكول الصحي ومع كل بنود البروتوكول الصحي النقابة تنتقد تعديل مخطط التدريس خاصة للحجم السعي المكثف في بعض المواد في الطورين المتوسط والثنوي خاصة والتي لم تستفد من فتح المناصب لعدة سنوات وهو أمر غير مقبول في بعض المواد على غيرار مادة العلوم الإسلامية ما عندهش خريجين مدرس العليا لم تفتح فيها مناصب قبل سنوات بل قبل سنوات أغلقت بعض المناصب مما ولد ضغط كبير وحجم سعي كثيف على أساتذتها في هذه السنة الدراسية ورغم أن وزارة التربية الوطنية استلمت من وزارة المالية 16 ألف منصب عامل هذه السنة النقابة دعت وزارة التربية إلى التدخل في الموضوع بشكل مستعجل لفتح المناصب الكافية للعلوم الإسلامية على غرار باقي المواد وإنصاف المواد التي ليس لها خرجون من المدارس العلية لتخفيف الضغط على الأساتذة